كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسنة نعانه قصة جميلة جداً واللي بعنوان إنقاذ الكاتكوت من الزئد إزاي هنقذ الكاتكوت من الزئد؟ تعالوا نسمع القصة إحنا زي ما احنا شايفين إن الكاتكوت حياته كلها اي؟ يصحى من النوم يلعب ويعم ويفضل يب وخرج الكاتكوت يلعب في الغابة وجوه كان حر جداً وهو ماشي في المزرعة كان الزئب بيرقبه من بعيد لحد ما جاء عنده والزئب بصله كده بصل الكاتكوت وقال له إيه انت رايح فين يا كاتكوت؟ ده نعرف مكان جميل جداً نقدر نلعب فيه وفيه ألعاب كتيرة جداً تعالوا معي فضلوا ماشيين والزئب عمال يفكر في دماغه إن هو زي هيكل الكاتكوت ده بس مش مبين للكاتكوت حاجة وبيفكر في دماغه يقول إيه ده كاتكوت شاهي ولذيذ وهم ماشيين فضلوا يوم جات الفرخة ممت الكاتكوت عمالت دور عليه مع أخواته مش لأيه لحد ما قال رحت لديك وقالت له إيه أرجوك ساعدني الكاتكوت الصغير مش موجود مع أخواته جوه أرجوك ابحث معي عمال راح يدي الجاري للجلاب اللي في المزرعة وقال لهم ساعدوني الكاتكوت الصغير مش موجود قعدوا يدوروا عليه في كل مكان ويتسحبوا عشان لو حد واخدوا كده ولا كده ما يحسش بيه راح كلب من الجلاب قدر يندوه ويشم الريحة زي ماهنا عارفين إن الجلاب عندهم حسة الشم قوية جداً شم الريحة وقال لهم بس الكاتكوت الصغير في الكوخ المبعيد لنجده راحوا لحد الكوخ براحة والزئاب موجودين جوه وبيجهزوا للوليمة واحد بيقول للتانين إيه الله ده الكاتكوت ده شاهي وجميل جداً واحد أمجاي بيقول له إيه إحنا هنحط عليه حب التوابل عشان يحسنوا من طعم ولما قعدت الكاب تهوها وتهوها عن زئاب بيقولوا له سوء كاتكوت في الحال كاتكوت بقى اطمن إنه بقى لناس قادرة تحميه وقام جاي قال لهم إيه ابتعدوا عني أيها زئاب وإلا الكلاب هتهج معي وراح الكاتكوت في البيت وماما قابرتوا بتقوله ويقول للمنتو إيه أمي الحبيبة أنا آسف وعيدك إن أنا مش تخرج من البيت إلا ما استأذنك الأول وبكده نقدر نستفيد من القصة إن إحنا نسمع كلام الكبار ما بنبتعدش عن محيط الأسرة وتاني حاجة إن إحنا نبقى حارسين جداً في التعامل مع الناس اللي إحنا ما نعرفهمش تالت حاجة إن إحنا نطلب المساعدة في حالة الخطر من الأشخاص اللي إحنا واسقين فيهم إنه هم هيقدروا يساعدونا رابع حاجة والأخيرة وإن إحنا نعترف بالخطأ بتاعنا ونعتذر عنه زي ما عمل الكاتكوت واعتذر لهم ولكل لحظة مع معلمة رياض أطفال حب النية تتميز في تعديل سلوكيات أطفالها عملنا لكل قصص دي في شكل بتاب مقاس الصغير منها والمقاس الكبير وكمان في شكل لوح بنور مقاس مزرف سبعين والشكل لوحات ورق مقاس إسري ولو الحصول على منتجات الطفل العبكري سواء كانت الكتب أو الوسائل التعليمية يمكنكم الحصول عليها عبر الأرقام الظاهرة أمانكم على شاشة ولينكات السوشيال ميديا الموجودة في وصف الفيديو استنونا في حلقة جديدة منتج جديد بتاع جديد من منتجات الطفل العبكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الطفل العبكري هدفنا جيل واعي واشعرنا خير البناء بناء الأبناء